ليش في كتير أمهات ومربيات باعتبروا منهج المنتسوري واحد من أقوى وأفضل المناهج على الإطلاق وليش بفضل المدارس اللي بتتبع منهج المنتسوري على المدارس اللي بتتبع الطرق التقليدية في التعليم وليش المنتسوري هو أفضل منهج يقدم التعليم للطفل منزليا كل هالأسئلة رح أجوب عليها بهذا الفيديو فخليكم معي للنهاية أنا مريم شفيق ماريا منتسوري قدمت من خلال منهجها خدمة عظيمة للأمهات ولمربيات وفائدة أعظم للطفل فمن خلال مبادئ وأدوات المنتسوري استطاع هذا المنهج أنه يحلو يتعامل مع أغلب المشاكل اللي كنا بنعاني منها في تربية الطفل وتعليمه في المنزل أو في المدرسة وأول مشكلة حلها المنتسوري هي حجم الأدوات الموجودة في البيئة حول الطفل فالأطفال وعلى مختلف الأزمنة كانوا بيعانوا من صعوبة التعامل مع الأدوات والمعدات من حولهم لأن معظم الأثاث أو الأدوات كانت موجودة ومناسبة لحجم البالغين وما حدا اهتم أنه يصنع أدوات بأحجام صغيرة بتناسب أحجام الأطفال لحد ما فكرت ماريا منتسوري أنها تصمم أدوات خاصة للطفل بتناسب حجمه مثل طولات وكراسي ورفوف وأحواض لغسيل الأطباق ومرافق الحمام وغيرهم وبهيك استطاع الطفل أنه يستخدم هاي الأدوات وعيش بنفس طريقة معيشة الكبار تقريبا تاني مشكلة حلها المتسوري في البيئة التعليمية للطفل وهي القيود المفروضة عليه داخل الغرف الصفية ففي الغرف الصفية في المدارس التقليدية الطفل بظل ثابت مكانه وجالس في كرسير خاص ساعات طويلة لحد ما ينتهي اليوم الدراسي الحركة داخل الصف جدا قليلة وللضرورة فقط في حين أن الطفل في صف المتسوري عنده كامل الحرية بالحركة والتحرك داخل الصف فالطفل في صف المتسوري هو اللي بيختار أنه يجلس على الكرسي أو على الأرض وبيختار أنه يتحرك متى ما بده وممكن أيضا يختار أنه يخرج خارج الصف للحديقة ليتعلم هناك أو يؤدي الأنشطة المتعلقة بالبستنة والعناية بالنباتات ثالث مشكلة حلها المتسوري هي تفاوت قدرات الأطفال في الصف الواحد فالمنتسوري أعطى حرية لكل الأطفال بأنهم يدرسوا شو ما بدهم بالوقت اللي بيختاروه فالأدوات موجودة دائما داخل صف المتسوري لتعلم الطلاب كل اللي بيحتاجوه بعض الطلاب بيختاروا يتعلموا الرياضيات وبعضهم الموسيقى وبعضهم العلوم حسب قدراتهم وفتراتهم الحساسة للتعلم فبنلاقي في صف المنتسوري أطفال من نفس العمر ولكن قدراتهم مختلفة وإهتماماتهم مختلفة فبالتالي المواد اللي تعلموها بتكون مختلفة أيضا وبتناسب قدراتهم العقلية في المقابل وفي المدارس التقليدية بنلاقي الطلاب اللي من نفس الفئة العمرية بدرسوا نفس المنهج بنفس الوقت بنفس الطريقة بدون مرعاة لقدراتهم واهتماماتهم الفردية رابع مشكلة بواجهوها الأطفال في البيئة التعليمية وبتأثر على تحصيلهم الدراسي هي تلقين المعلومات ففي المدارسة التقليدية الطفل بتلقى المعلومة عن طريق التلقين وبتوصلوا المعلومة من خلال حاستين فقط وهم السمع والنظر وبهاي الطريقة الطفل ما رح يتذكر غير 35% فقط منها بينما في صف المنتصري الطفل بتعلم عن طريق حواسر خمسة كلها وأهمها طبعا حاسة اللمس وبهيك الطفل رح يحتفظ بالمعلومات بشكل أفضل ورح يتذكر اللي درسه بنسبة 95% والنتيجة أن الأطفال اللي درسوا في منهج المنتصري بيكون تحصيلهم الدراسي أهلا من الأطفال اللي درسوا في المدارس التقليدية خامس مشكلة حلها المنتصري في البيئة التعليمية والمنزلية هي المساعدة الزائدة فالطفل بتلقى مساعدة زائدة من قبل المدرسين في المدرسة والأهل في البيت فبتلقى المعلومة في المدرسة بدون جهد ولا بحث وبحصل على الخدمة والمساعدة في المنزل بدون ما يحاول أن يساعد نفسه أو يخدم نفسه في المقابل قدمت أدوات المنتصري خدمة رائعة للطفل بتعليمه كيفية خدمة نفسه وتعليم نفسه ففي ركن الحياة العملية بتعلم الطفل كيف يخسل إيديه وكيف ينقل طعامه وبتعلم التنظيف والمسح وتقطيع الطعام وغيرهم وباقي أدوات المنتصري بتعلم الطفل بطريقة حسية من خلال اللعب والاستكشاف والنتيجة بتكون طفل مستقل قادر على خدمة نفسه ولهي الأسباب أصبح منهج المنتصري واحد من أفضل المناهج التعليمية على الإطلاق نهاية هذا الفيديو أتمنى أكون أفادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته